اشتركوا في القناة للإضاءة على حضور ودور الأرمن في لبنان الحضور السياسي والاقتصادي والإنمائي والتربوي والفني والثقافي والاجتماعي والرياضي فبصمات الأرمن حاضرة في لبنان بعدد كبير من المؤسسات التربوية والمصانع والشركات والجمعيات والأندية ودور الفن وأيضاً المبادرات الفردية بأكتر من قطاع وما مننسى أبداً الارتباط بين تاريخ الأرمن في لبنان وتاريخ الكنيسة الأرمنية الحاضرة بحياة الشعب يلي واجه الاضطهاد الديني حتى الشهادة وعيش القيامة وما يزال يعيش الرجاء والرجاء حاضر بهالأمسية عشية عيد الميلاد لدى طائفة الأرمن الأورتودوكس وبهالأمسية تحديداً كانت هالالتفاتة عبر الأم تيفي إلى أبناء الطائفة الأرمنية بلبنان على اختلاف مذاهبة والبداية مع رسالة بالصورة والصوت والحق لبطريارك الأرمن الأورتودوكس بلبنان الكاثوليكوس أرام الأول كيشيشيان موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 الخطأ جارو لسراريو اوكي بعتذر لكن تفضل جارو راح بلش معك حضرتك درست الحقوق بجامعة الحكمة ولكن رحت باتجاه مهني آخر رحت على الصناعة لتكمل عمل العائلة يعني كأنه جربت خرق التقليد بمطرح ورجعت الظروف العائلية أخذتك على عمل تقليدي عند الأرمن إذا فينا نقول لي اللي هي الصناعة صح الشيء صحيح أول شيء خرجت من كلية الحقوق أول شيء هيدا كان قرار محد شخصي كنت مولعب الحريات وكنت حابب اكتشف مهنة الحقوق أو إلى مبعد مهنة المحامات وبدأت مسيرتي بكلية الحقوق ثم أكملتها وتخرجت منها وانتقلت إلى المؤسسة العائلية إذا بدك وهي بمجال الصناعة صناعة إلى قطر إلى انفتحاتها إلى أسواء وبلشنا نكتشف عن قرب هيدا المعترك وكانت يمكن اختبار بعتز فيه وهي بدأت مسيرتي ضمن مضمار الصناعة وأكملتها واليوم ممتنن فيها وهي بتشكل يمكن رافعة بالنسبة لإلي بالنسبة للسنين الجاية نعم نعم كمان كان عندك تجربة درست كمان فايننس وماركتينج صح ورحت على الصناعة كمان رحت على العمل العائلة صح صح كمان عندك حسرة بهالشي أنه ما قدرت رحت على اختصاص اللي أنت أخترته لا أبدا لأنه أول ما تخرجت تغري أنت طلقت مع العائلة ونحنا أنا بشتغل مع أخت وخي وبي وحبيت الصناعة أنا بشتغل صناعة المطابخ ستانلس وحبيتها وهاتي التراسي فيها ومبسوط بس في صورة تقليدية عند الأرمن أنه السورة هيك اللي بيعرفوها الناس يمكن لبعاد شوي عنهم أنه حرفيين صناعيين بغالبيتهم الصحة صح؟ ممكن يمكن عم بيتتغير هالصورة هلأ مع الجيل الجديد؟ لا لا نحنا بعنا صناعيين بعضا ما ورز جواب لك هلأ صار عمل خرق بهال بهالنحية نحية صارج حضرتك درس كمان كنت أنت وقاروا بنفس الصف وكملت الحقوق عم تمارس هلأ المحامات ده عدد الأرمن اللي بمارسوا المحامات بلبنان يمكن شكير؟ من نسبة لعدد المحامين الأرمن بتصور هنا بحدود الخمسة عشر محامة إذا ما نغلطان فعلا ممكن العدد بزيد شوية بقلي شوية بس بهال الأفرج عم نحكي خمسة عشر واجهة صعوبة بعملك يعني يمكن قلة ثقة إنه إذا بيعرفوا أرمن يمكن ما تكون مطلعة كثير على القانون ممكن لغتك العربية ما تكون نيحة هاي الصورة إذا فينا نقول الصورة النمطية هيك عند العالم بتواجه هالصعوبة؟ لا 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 بكل صراحة عادة نقل اللبنانية العالم يتفاجئوا بس انه شو بتشتغل بيسألوك بقولوا مثلا محامة بقولوا لي محامة أرمنة ومحامة أنا بلوقها شوي إنه منا مزبوطة محامة يكون لبنانة أرمنة أنا بالنسبة لأيلي أبدا ما بلاقي فيها مشكلة بالمرة يعني بالآخر اليوم الواحد بحيالة مهنة كانت هي الساقة والكفاءة هي اللي بتخلي الواحد يجي لعنده سواء كان لبنانة أرمنة أو لبنانة غير أرمنة لأساس الواحد يكون كفوق ويكون محط ساقة عند العالم هذا أهم شيء أنا بدي وضع أنه بس عم نقول أرمنة تم حدا يخذ علينا بخلال حلقة بس عم نقول أرمنة يعني عم نقصد ينتمي إلى الطائف الأرمنية بس ما نكرر دايما ينتمي إلى الطائف الأرمنية يعني هيك اختصارا عم نقول أرمنية بس أكيد كلكم اللبنانيين وتحملون الجنسية اللبنانية بالطبيع دكتور مهار كمان رحت على اقتصاص علمي عدد الأطباء الأرمن يمكن أكتر من عدد المحامين مازبوط في عدد أطباء أرمن أكتر أكتر من 15 واحد أكيد ونحن كمان نفس الفكرة أنه نحن ما منواجه صعوبة نندمج بالمجتمع اللبناني لأنه نحن لبنانية نحن لبنانية من أصل أرمنة نعم سلو اللبنانية نحن منعتبر حالنا وبس منفوت بمعترك الشغل طبعنا نحن منشتغل عادة ما منتأثر والمجتمع اللبناني يتقبلنا مثل ما نحن وكسؤالك كنتم تسأل إذا قبل كانوا حرفيين أكتر من هلأ مظبوط الأرمن لما تهجروا إجوا كانوا حرفيين مهنتهم أكتر من هلأ بس الأساس بيدلوا هن حرفيين يعني كانوا الشعب مناضل وبيشتغل ومع الوقت إمكانياتهم بلكي زيت أكتر سو بلش ويفوتوا أكتر بالمحامات وطب وهندسة كتروا عددهم أكتر سو باتات مع الوقت صاروا أكتر من دمجين بالمجتمع كمان لأن نحن مصرنا زمان بالمجتمع اللبناني سنمائة سنة تقريبا لما تهجرنا من وقت المجزرة الأرمنية سو باتاتتها هي جارو بتشوف عم بيحكي دكتور مهير عن الاندماج بتشوف الاندماج الطائفة الأرمانية في لبنان صارت كاملة أو بعد بعد عم تكتمل يمكن لطبيعة الحال هي كاملة ومتكاملة ومتجزرة لأنه بالدرجة الأولى نحن مواطنين لبنانيين لنا حقوق وعلينا واش بيت وبرجع بأكد أنه انتماءنا وحسنا الوطنة بيرتقي لدرجة عليا من المواطنة اليوم اندماجنا الكامل المتكامل اللي عم بحكيك عنه هو بالواقع الحال وجودنا بكافة ميادين الحياة الاجتماعية السقفية السياسية في بعد نقطة ضعف في مكان ما شوف إذا عم تتقصد بنقطة بنقطة ضعف معين أنه في يمكن عدم جرأة لبعض الأفراد أنهم يخدوا أي معترك اليوم بستبعدها ولكن برجع أكد أنه الانخراط بمجمل الحياة إن كان الشأن العام أو بمؤسساتنا الخاصة أو على صعيد شخصي فهذا موضوع بعتقد صار من البديهيات كارل حضرتك ولدت بأمريكا ودرست أول كم سنة درست أول كم سنة بأمريكا ورجعت رحت على أمريكا أنت صغير صح ورجعت على لبنان تحمل الجنسية الأمريكية والجنسية اللبنانية ولا تحمل الجنسية الأرمانية لا بعد ليه لأنه أنا خلقت بلبنان وعاشت عمر بأمريكا فطلع لي الجنسية بس هلت الباسبور الأرمني هو مثل ما بتاخد بتعيش بأمريكا بتاخد باسبور أمريكا أو بتعيش بفرنسا بتاخد باسبور فرنسي أو لا له خصوصية ما بالنسبة لا فهمت السؤال يعني الباسبور الأرمني هو مش واجب يمكن يكون عندك إيه لا مش من الواجب بس له دور بالحياة زبدك الشخصية نحنا أرمن جزورنا أرمني وجدودنا أرمن زاير أرمنيا حدرتك زاير أرمنيا أكيد داك عمرك أول ما رزرت أرمنيا ستة وعشرين شو حسيت حسيت هذا وطنك أو حسيت رايعة بلد عم تعمل سياحة أكيد وطني أكيد وطني حسيت أنا مثل ما أنا بحص ابن البلد باللبنان أنا بحص ابن البلد بأرمنيا كمان لأنه أنا عند السقافة وعند الحياة عند الاجتماعية أصحابنا أرمن ونهنا مثل ما قلت جزورنا بالأرمنيا مظبوط كمان عمر الخمسة وعشرين سنة زرت أول مرة أرمنيا أكيد منحس بانتماء للوطن بالنهاية بس نحنا بالدرجة الأولى لبنانية نرجع لنفس النقطة نحنا منسو منزور بلد أرمنيا هيدا أصلنا وما حدا بينكر أصله وما حدا بينسا تاريخوا أصله لأنه إذا بتنسى ما بتتقدم بالحياة أنت كشخص في التحارب وسوا هيدا السؤال يلي بينسأل أنت لما رحت هونيك شو حسات وحسات انه ما بتحب البنان بتحب أرمينيا أكتر من نو سؤال إذا بدك مظبوط نحنا من روحة منزورة من أحساس غريب وشدودنا من هناك وكيف تعذب وتهجروا ومشوف بلدنا الأصلي كيف نتقدم، ننبسط، ولكن أصلنا و جنسيتنا نحن لبنانية. لبنانية من أصل الأرمنية، فكرة يجب أن تكون واضحة. عندما نسأل السؤال بحياتنا، نفس الفكرة. نحن مثل ما قال زميلة، نحن ننبسط، نفرح، نزعل، ننفوض بالسياسة، باكتساط، مثل اللبنانية كلهم. وإذا سكروا طريق، نحن نتأثر إذا فتحوا طريق. نحن ننبسط، نحن لبنانية بالدرجة الأولى. هذه هي واضحة، يجب أن تكون بعثتها. برج حمود لألك ما هي؟ برج حمود هو المطرح الذي أرمن عندما تهجروا أول مكان إذا أريدك أن تجمع الأرمني في الزمانات. أو أول من شيء مئة سنة. هل تحسى أرمينيا الصغرى برج حمود؟ هي إذا أريدك مثل أرمينيا الصغرى بمعنى إجتمعوا الأرمن هناك، وهذه المنطقة مثل باقي مناطق بلبنان. يعني كيف في مناطق شمال، عكار، جنوب، في مناطق مثل برج حمود، مثل أرمينيا الصغرى إذا أريدك، كمان في مناطق بلبنان نفس الشيء، وبرش حمود واحد منهم، هذا المطرح. نحن نتابع تقرير عن برج حمود والحركة الإنمائية ببرش حمود، ونتابع من بعد حوارنا. منطقة برج حمود هي بوابة شمالية لمدينة بيروت، ومسحة حتها 2.2 كم، وعدد السكان أكتر من 170 ألف نسمة. لبداية كرن العشرين المنطقة كانت مستنقعات. اللاجئين الأرمن بعد الإبادة اللي أجوا على لبنان أجوا على المناطق هون بالمنطقة وعيشوا تحت المخيمات. وبلشوا شوي شوي يشتغلوا ويشتروا الأراضي ويعمروا بيوتهم لأن الأرمن كانوا حرافيين وصناعيين ويشتغلوا وحطوا عرق جبينوا وبلشوا يعمروا المنطقة بفترة زمنية قصيرة ومتل ما شايفين لليوم أنه برج حمود تغيرت من مستنقعات إلى مدينة صناعية وتجارية. من وين إجيت البرش حمود؟ كان في أمير حمود أرسلين كان أكبر ملاك بالمنطقة بوقتها. إجي عمر بيت أرضي وطابق الأول. هاي البيت كان متل برج بالمنطقة ومن وراء العلم كان العنوان إنه يقولوا إنه وين رايحين عبرج حمود. وطلعت الفترة من هون إيك المنطقة بتسميت برج حمود. بلدية برج حمود أسست 1953. عدد المجلس البلدي في وقتها ولليوم هي واحدة وعشرين عدود. وقتها ازدهرت بالخمسينات والستينات الصناع والتجارة واليد العامل وبيروت كان عم تزدهر. ازدهارها كان من ورا مرفق بيروت. وصار نزوح من كل المناطق لمدينة بيروت. وكان المنطقة برج حمود لأنه قريبة للمرفى إيجوا قعدوا هون. وخاصة من الجنوب من بقع ومن شمال كمان ومن متن العلي إيجوا سكنوا برج حمود وعملوا حياتهم هون. أكتر من هيك المنطقة سقبلت من لاجئين الفلسطينيين وبعدين العراقيين وأقراط وسوريين. في سنوات الأخيرة شفنا عدد الناس حين السوريين زادوا بالمنطقة. كمان فينا نقول إنه في يد العامل الأجنبي وعددهم كبير. في بلدية برج حمود كلهم بيحصلوا على كل الخدمات بدون أي تفرية. هادي نقطة كتير مهمة لحزب التاشناء بانفتاحه على كل الأطراف بالمنطقة. خاصة إذا متذكر بأيام الحرب إنه أخذوا موقف سياسة حياد الإيجابي. وهيدي ساعد المنطقة وتعايش المشترك اللي موجود واللي منصدق فيها ومنهتخر فيها. أغلبية سكان الأرنان برج حمود كان مناصرين لحزب التاشناء. وحزب التاشناء حريص كتير بخدماته وبالتساوي للجميع. ما فيه تفرية عام. وهيدي من مبادئهم. نتابع حلقة أرمى لبنان. سرج تبعت التقرير. حضرتك محامة بلدية برج حمود صحيح. وسطة بيسألك سؤال بصراحة. لا أكيد لا. مثل ما قلت لك بالأول. الواحد زي ما عنده سئة وما عنده كفاءة ما بيتعين بمحل. يعني لو في طريد وسطة الواحد ومش عم يشتغل مظبوط ومش عم يحصل حق العالم ومش عم يشتغل بالإنون. ما رح يكفل محل بالأخير. هذه بلدية وهذه بتاعنا بالشأن العام. وبطبيعة الحال يعني في عندك رقابة الوزارات عليها. تنكملنا أكيد مننا وسطة. نعم كنا عم نحكي قبل عن الصورة النمطية أو التقليدية التي البعض بيكون عن الأرمن في لبنان. حضرتك خيري كثير بهالمجال. والدتك غير أرمانية. صحيح. متزوج من غير أرمانية. صحيح. وجهت صعوبة وجهت بمجتمعك أنه قطعوا البنات الأرمن. لا تسمع هكذا جمال. يمكن والدك سمعهم قبل. بالزمانات بتصور كانت أشد مقارنة بهلاء. هلأ لا يعني هاليوم هذه القرار تأخذوا على صعيدين. إذا بدأك على صعيد العاطفة وعلى صعيد العقلينة. اليوم مع الصعيد العاطفة بدأك تتجوز حدا تكون بتحبه بطبيعة الحال. سواء كان لبناني أرماني ولا لبناني غير أرماني. صعيد العقلينة أكيد بيلعب دور. يعني اليوم أنا ما في أجوز حدا يكون عندها مشكلة مع اللبنانيين الأرمن. عندها مشكلة مع التقاليد مع السقافة مع اللغة مع كلها الأخبار. إذا في مشكلة بهذا الموضوع أكيد أنا ساعتها ما بقدم على هالخطوة. فهيدا القرار بدأك بيتأخذ على الصعيدين العاطفة والعقلينة. طالما الشقين موجودين ما في مشكلة بهالموضوع. بهالمناسبة يعني بس لحتى جيست. أنا مرتة شو ما أحكي بالبيت عربي بتقل شو ما معناتها بالأرمنة. يعني حتى مرتة شو ما تتعلم أرمنة عم تتعلم أرمنة وعملياً. مهار كمان قلت لي تحت الهواء إنه مرتك عم تتعلم أرمنة. مضبوط. تفهم أرمنة وبدأ التحكي شو ما أرمنة. أنا مش هو أصلي سنة. أوجه له تحية كمان. كمان نفس الفكرة أنا راح زيد كمان اللغة والثقافة الثانية غير الثقافة الأرمنية واللغة الأرمنية هيدا بيغني شخص. هيدا بالنهاية بيقدموا للمجتمع ويتقدم بالمجتمع أكثر. نفس الفكرة كمان شخص الزكي نحن أنا اتجوزت شخص بتفهم الشغلة وشخص الزكي بيتقبل هالفكرة وبيبني عليها. أسهل شاب من الطائف الأرمني تزوج غير أرمني من أنه بنت تزوج غير أرمني؟ لا ما أبحث يعني خاصة جيل جديد أكثر ما عندهم صحوبة بيعتاد بهالمجال يعني مهم طبيعة الشخص وكاركتير الشخص اللي يلعب دور. شخصين يحبوا بعضهم وشخصين يستعملوا أقلاتهم ويتفقوا مع بعض بالنهاية هذا اللي بنجح الزواج ما بنجح الزواج من نفس الطائفة والدين وكل شيء من نهاية بار خبرنا عن تجربتك كمان متزوج من غير أرمني يس أنا مجوزة إذا بدك جزور بنت عرب منا أرمني بس بالأحراهية عم تتعلم أرمني كمان مثل مع المهرهية هلو تعرف اللغة وحتى بس نجتمع العائلة كلنا كلنا بنفس نحكي نفس اللغة إذا نعم نمر كلام أرمني كلنا بنفهم على بعض ما أنه نحن بالبيت نحكي عربة ونحكي إنجليزية شوية فرنساوية شوية أرمني طب هذا التنوع نحن ببلد مختلط طائفيا ومختلط مذهبيا يعني فيه مسلمين ومسيحيين وداخل طائفة المسيحية كمان فيه اختلاط هل هذا الشيء إيجابي أو سلبي بالتنوع إيجابي أو سلبي شيء سلبي سلبي ليه شيء إيجابي شيء سلبي ما رأيك إيجابي أو سلبي أنا بدي أستطرد على اللي قاله زميلي كارل إنه لأ هي رافعة رافعة بالنسبة للشخص بمجتمعه وبما أنه لبنان بلد الرسالة والإنفتاح بقى اليوم الشرايح والموجودة بمجتمعنا وكيفية تأقلمها مع بعضها هي بدأت تكون إيمة مضافة للشخص هل هذا الشيء بيعطي أرمن الموجودين باللبنان ميزة إضافية على الأرمن الموجودين بغير دول؟ أي طبعا طبعا أنه لبنى بلد متنول اليوم أكيد أكيد برجع ما بدي أرجع كرر نفس الفكرة ولكن بما أنه موجودين بمجتمع منفتح وبما متعدد طائفيا ومذهبيا وإلى ما هنالك بقى هاي بتعطينا برجع بكرر لك إيمة مضافة وريف على قلنا أنه نكون باحتكاك مباشر مع بعض نحتك بالحضارة الأخرى بالسقافة بكل جوانب الحياة نعم نحن بها الحلقة رح نتعرف على الحضور الأرمنة بلبنان تاريخيا وحاضرا هلأ رح نتوقف مع تقرير من بيروت والحضور الأرمنة في بيروت هذا الدير بنحط في خدمة الحجاج الأرمنة اللي كانوا جعين من أرمينيا التاريخية باتجاه الأدس وقته كان في خطين الخط الداخلي من حلب إلى حمص حما عمان الأدس والخط الثاني كان الخط الساحلي أول استراحة اللهم كانت لاتئية كمان حد الكنيسة الاستراحة الثانية المحطة الثانية كانت هون هذا الدير اللي صار والمحطة الثالثة بالنسبة لهم كانوا وصولون على الأراضي المؤدسة هذا الدير الصغير اللي سميه سوبنشان مع الزمن صار مثل كنيسة صغيرة بالحرب العالمية الأولى بحجة توسيع الطريق وبناء السجن العثمانيين هدوا هالكنيسة بعدين الباترق بيستأزم من المفوض السامي جنرال بيكو وبيشتغلوا ليبنوا الكنيسة الحالية سنة 1937 إلى 1938 تنتهي بناء الكنيسة هيدا الكنيسة صارت الكاتدرائية بالنسبة لأبراشية لبنان صار موقع أو سكن المطران وقته كان التقلة الأرمني موجود ببيروت الكنيسة أيقوناتا وصلبانا اللي منشوفها اليوم على المسبع هؤدي جايين من كنيسة السيدة في كرامان في غيليكيا الأهل المنطق لما كانوا عم بيهاجروا قصرا من أهنيك حملوا معهم أواني الكنيسة وجابوها لهون أسست جامعة هايقازيان في بيروت بمنطقة الأنطاري بسنة 1955 شهرة الهايقازيان يمكن ببداية الستينات اجت من ورا الصاروخ اللبناني اللي كان اسمه صاروخ الأرز الهايقازيان حاولت تثبت للشعب في التعليم العالي على مقاعد الجامعة فينا نخلق إنسهار وطني يمكن ما فينا نخلقه بالشارع فجامعة هايقازيان شهرت بدراستها ولكن بالجو الاجتماعي بالجو العائلي اللي جمع اللبنانيين قبل الحرب الأهلية 75 خلال الحرب وبعد الحرب ولا تزال جامعة هايقازيان اليوم بتمثل الوحدة الوطنية بتمثل العلوم بتمثل الجو العائلي لللبنانيين ولغير اللبنانيين اللي بيجوا عنا برامج ثقافية تربوية نشاطات طلبية منشورات في الدراسات المختلفة خاصة في التربية أيضا في الدراسات الأرمانية منحاول نحنا نمثل هالإنارة الأرمانية داخل بيروت على مدى سنين طويلة أجيال طويلة ومشاء الله منكمل ببناء الوطن اللبناني بهالطريقة الأكاديمية نتابع حلقة الأرمن في لبنان سيرج موضوع الهجرة تحديدا إلى أرمينيا عم شوف عم بيصاعد يمكن عدد المهاجرين إلى أرمينيا بالسنوات الأخيرة شو رأيك به الموضوع شو اسبابه بالنسبة لأرمينيا؟ برأيه من الأمر محصول للعالم بهجر على أرمينيا؟ أنا برأيه كل اللبنانيين اليوم بالنظر للأوضاع الاقتصادية اللي عم بعيش على لبنان سواء لبنانيين أرمن منكرر أو لبنانيين غير أرمن كلهم عم بهجروا لبنانيين الأرمن يمكن سابق عندهم باسبور أرمن بسهل الأمور يستفروا على أرمينيا عندك باقي لبنانيين اليوم من فترة حطوا ربورتاج عن طلبات على كندا اللي هي أمر بأعداد كثير كبيرة هذا برأيي هذا شيء يضر بالوطن في لبنان بطبيعة الحال بالآخر نتمنى أكيد تثبط الأوضاع الاقتصادية هون وما أحد أكيد بحب يترك بلده لبنان نحن خلقنا هون واربينا هون وقد ما فين راح مدلنا عايشين هون وإن شاء الله الأمور بتثبط وما أحد بحب بالآخر يهجب شو باقي بحياتك من التقليد الأرمانية كيف بعد في شيء من التقليد الأرمانية عم تمرسها بعالتك وخلق نحن عشية عيد الميلاد كمان طبعا الحضارة راسخة موجودة إذا بدك اللغة التقليد اليومية بحياتنا الخاصة أكيد هيدا العودة للجزور وهيدا موضوع بيكون راسخ بالشخص بيتجزر فيه عطينا مثلا عن شيء تقليد أرماني بعدك عم بتعيشوا بحياتك اليومية هلا بالميلاد مثلا على اجتماع العيلة بليلة العيد وإذا بدك الأكل الأرماني التقليدي والتمنيات إذا بدك هولا كلهم بشكلوا جزء من السقافة اللي كانوا جدودنا عايشينها وانتقلت من جيل لجيل نعم كارل هل في واجب عند كل مواطن أرماني برأيك أنه يكون عنده عمل اجتماعي ما عمل إنساني ما الغني يساعد الفقير يلي عنده مثلا مهار طبيب لازم يكون عنده خدمة اجتماعية بمجال الطب يقدم الأرماني يعني كل وجبات كل مواطني أنت من الطائف الأرماني يكون عنده دور اجتماعي ما باتيد ياس عم تقوم بحضرتك بهالدور سوري عم تقوم بهالشي ياس أنا كمان عم بساعد اللبناني واللبناني والأرماني نعم بمصنعكم بتميزوا بصراحة لا يعني في أفضلية للأرمان على غير الأرمان نعم 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 حضرتكم الأربع شبان نجحين بمجتمعكم بدي بكلمة مختصرة جدا بليش معك مهار إلى الشباب الأرماني يلي بعمركني أو يلي أصغر منكني رسالة صغيرة جدا شو بتشو بتقلهم انطلاقة من تجربتك لا منطلاقة من تجربتي اللبنان بلد حلو كثير وهيدا بلدنا أكيد بتمنالهم كل الخير ويبقوا بلبنان ويشتغلوا للمجتمع اللبناني وبلد اللبناني نعم ويناعد على الجميع هيدا اللبناني سار شو بتقلهم أنا بقول شغلة صغيرة اليوم سبدأك تلغي شعب بتنسي لغته وبتنسي تاريخه نحنا كلبنانيين أرمان أهم شي نحافظ على لغتنا وعلى تاريخنا ونمارس هذا الدور أكيد بلبنان كلبنانية كمان بطبيعة الحال أنا بدعي للمسابرة والتحلي بالقيم الأخليقية والاجتماعية لنكون كمان مرة رافعة متل ما كنا بسنين السابقة لهيدا المجتمع ونوصل للأهداف المنشودة بالأخير نعم أنا هابي بقول نحنا أولاد البلد ونحنا حابين نكون مع المجتمع اللبناني ومجتمع الأرماني ونظلنا مع بعض إن شاء الله كل سنة ونظلنا إسكية ونظلنا نشاطين بإشغالنا نعم إن شاء الله تكونوا أنتم مثال كمان أربعتكم لكل الشباب الأرمانين نحن لهون بينتهي القسم الأول من حلقتنا راح نتوقف مع استراحة فنية مع قرارات لنتابعنا بعد الأرمان في لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أي جان أباما أما محطو قفاما أي جان أباما ملرمج حطاما يونيارة سيئة صلا أم اصدارك شو تصونا أم اصدارك شو تابي كشور الأشوال دودي أي جان أباما أما محطو قفاما موسيقى 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 Saltec موسيقى Antranique Belgian and Sons Quarry Engineering and Contracting موسيقى Hierloo Plastic موسيقى Maison M بوشيري أوهانس ريستو غزار باستر مامانو برونتو هذه الحلقة برعاية روزا جيهان عزار جول سلامي سورفزز بستاشيو برونتو ديزاين لاونج فيربات كيفور خاتشريان جولري حنة فور ديماند جولري سنتر بي ايج 19-20 سولدري ماهر سرور اكسشانج هايرايدرز كيفور خاتشريان جولري ويوهد ورسو مارون هراوي سوسيته بوغوس متابعة هذه الحلقة بعنوان أرمى لبنان بمناسبة تعيد الميلاد لدى طوائف الأرمى الأرثوديكس ومعنا بهذه الحلقة أربع شباب كمان أرمن عم يشقوا طريقهم بالمجتمع بنجاح برحب بأول ضيفة سولير تالاتينيان أهلاو سهلا فيك سولير كمان معنا دافيد كازانجيان أهلاو سهلا فيك دافيد بمسوار أيضا معنا للا كيندرجيان أهلاو سهلا فيك ونشتي ميقرجيان أهلاو سهلا فيك سوف أبدأ حواري معك حضرتك من أصل أرماني تعيش في لبنان وتشتغل بشركة أرمانية بلبنان عندك بتحس انتمائك ضايع بين لبناني أو أرماني؟ أبدا أنا أتبلش أنا بشتغل بسنتر تومو تومو أفتر سكول تخبركم شوية عن المدرسة مدرسة أفتر سكول يأتي تلميز بعض الظهر منعلمهم في الميكين كرافيك ديزاين فوتوغرافي روبوتيك تلميز أرمان لا لا كل العالم فيهم يأتي بين العمر 12 إلى 18 هي شركة أرمانية بلش بأرمانيا بس هلا عم ينتشر بكل العالم يعني عنا ببارس عنا بألمانيا رح يصير بي روسيا تحكيني عن الشركة تحكيني عنك طيب يعني ما تعمل دعاية لا أبدا أبدا بس عم قبرك لأنه بس أنا بحياتي ما حسيت أنه ضياع بين أنا لبناني أرماني عم بشتغل بشركة أرمانية بلبنان لأنه تعرفني كنت بشتغل بالأم تي في أربعة سنينة نعم بحياتي ما حسيت هذا الشيء وبالعكس يعني نحن الشركة نستقبل كل العالم وأنا الوحيد الأرماني في الشركة يلي بشتغل الشركة الأرمانية يلي بالبنان نعم دافيد درست بمدرسة أرمانية ورحت على جامعة أرمانية جامعة هايكازيان ورجعت عم تشتغل هلأ بالمدرسة يعني نائب مدير بالمدرسة يلي تعلمت فيها مظبوط في اتهام للأرمان أحيانا أنه منغلقين مسكرين حالهم خصوصا كمان أنت من برج حمود وساكن برج حمود ده الاتهام مظبوط ما بدت سور مظبوط عادي الاتهام بس أنه نحن بيقتنا هيك خلقين ببرج حمود منطقة كلها ساكنية كلهم أغلبيتهم أرمان وشفنا الريبورتاج قبل شوي وحكي رئيز مرضيق عنها في من كل الطوائف في كل الأديان وبس نحن مفضل أنه أهلي فضلوا وأغلبية الأهالي مثل الليلة أو النشتاء وقبل شوي قارو وكلنا بنفس المدرسة كلنا سور فضلوا أنه يبعثونا على مدرسة أرمانية نتعلم لغة أرمانية على أصولها مش أنه بس نحكي نعم وتخرجت مننا وكملت دراستة بجامعة هايغازيان وكمان شفنا ريبورتاج عن جامعة هايغازيان وبهيك ستعامل مع أولادك بالمستقبل ستعلمهم بمدرسة أرمانية طالما أنا على أكيد عم بشتغل بمدرسة أرمانية أكيد حقابعت وكمان بتصور لأنه مش شيء غلط فيها بالعكس أنا تخرجت من مدرسة أرمانية أعرف أحكي أربع لغات بنفس المستوى فما بتصور ما في شيء غلط يعني بالعكس منقدم باكالوريا باللبناني بالباك لباني والباك فرنسي والبروفير وكل المنهج اللبناني منتباع فيها ما في شيء غلط بالعكس بيئة إمنة أكتر وفيها فيها لزة أكتر وببعث للاحظتك مهندسة ببلدية برشحمود وكمان خلقت وربيت ببرشحمود شو تحسن إيجابا ببرشحمود شو تغير وتحسن إيجابا من طفولتك لها لأ في حركة المائيج عم شوفها باخر كم سنة ببرشحمود في مشاريع شفتناها بالريبورت اللي قطع من شوية وكمان في عنا ريبورتاني عن برشحمود خلال الحلقة يعني عنا كتير بشارية هلأ عمنا عملها ببرشحمود مثلا عنا بنيات للبلدية هلأ عمنا سكنية يعني فيها شي مية واربعة وثمانين شقة سكنية البلدية الوحيدة بلبنان اللي عاملة مشروع سكنة بهالضخامة وفي عنا كمان بزاة العقار في عنا باركينج عم بينا عمل لستمائة سيارة تقريبا لانو عنا شوي مشكلة الباركينج ببرشحمود في عنا غير مشاريع بمنطقة أركاز مثلا البنايات بدك تقول انو ترمموا شوي وانو دهنن و نعم كمان في صورة كان كنا عم نحكي قبل بالقسم الأول عن صورة تقليدية عن الأرمق في لبنان كما في صورة تقليدية عن برشحمود يعني برشحمود بالنسبة لأكتار من لبنانيين جبل زبالة وعجقة وكسافة سكان هالشي بعدها هاك لها هلأ أو تغيرت كسافة سكانية بعدها بعدها كسافة سكانية قصة الزبالة عم تنحل شوي شوي يعني نعم مثل ما حكي أو يمكن رح يطلع بالربورتاج مع رئيس مارديك بس أنا برأي الناس بيشوفوا جمالا الصعيد النجاتي ما بيحقوا عن اللصص البوزيتيف جمالا بكل العالم مش بس الأرمن أو بس مش بس عن برشحمود أكيد بس ما نكون لازم نقول أن برشحمود كتير تغيرت بأخر كم سنة ودافيد أنت بالعضو بالمجلس بلدي يعني من نعطي شهادة فيكم أنه أكيد المجلس بلدي الحالي يشتغل كتير وتحية أيضا لرئيس البلدية أول شيء لتوضع سئيد ماردي قال أنه نحن 21 عدو بالبلدية يمكن من أكبر بلديات باللبنان متساوي مع البلدية بيروت تتصور بس تنوضح أنه مش كلهم أرمن في من كل المزايا في من كل الطوايف في الأقليات بيتمثلوا فنحن كناية عن اللبنان الصغير ببرش حمود عملين الأعضاء البلدية فنشتغل كرمال سكان المنطقة وكرمال المنطقة ومثل ما قالت ليلا كمان أنه في مشاريع كثيرة عم تنعمل بالمنطقة في مشاريع ازدهارية في مشاريع تنميئية فبتصور هول هايدي النقطة اللي برش حمود مكبز بالي فهلا بطلوا يشوفوها بالقريب المستقبل القريب بدون يشوفو صورة كليا معاكس اللي هن كانوا مفاكرين فيها فالمنطقة التنقلة بدا تتحول لمنطقة يكون فيها أجار وفيها خدار فيها منطقة بيئية والمثل ما عنا ببيروت مناطق على الساحل على شاطر البحر بيروحوا وبيكزروا فيها بدون ينزلوا عبر شحمود بدون يتمنوا ينزلوا عبر شحمود ويكزروا على شاطر برش حمود سولير حضرتك درست إعلام في صعوبة يلاقي لبنان الأرمني عمل بمجال الإعلام في لبنان في صعوبة أكبر أنا درست إعلام وليس كثير من العالم بفضل الأرمان اللبنانية أنه يدرسوا إعلام بس أنا كنت حب هذا الشيء وكان في أكتير بعرف عالم كمان أقول لأنه نقي إذا بدك غير إختصاص مش إنه لاش الإعلام على الإعلام بدبنان هو أكيد مجال واسع وأكيد من لقى ولكن الصعوبة هي مش صعوبة بس بيضل في عندك هذا الشيء إنه بدك إنه تو توصل خلال الإعلام المسجز اللي أنت بدك يه طب الجيل الجديد الأرمني بيهتم بالإعلام الأرمني نعرف في إزعاء أرمانية وفي صحوف في اهتمام من الجيل الجديد الأرمني بالإعلام اللي ناطق باللغة الأرمانية أكيد الجيل الجديد هلأ نحن عنا جريدة أستاق عنا راديو فويس أوف وان عنا الدار النشر هماس كين يعني عنا نحن خلال الطايفة الأرمانية نهتم كثير بالمنشورات بالإعلام بالمرئ والمسموع فأكيد لأن هذه المؤسسات إلى مرحة على الغات يعني يتابع يمكن بالأجنب أو بالأرمانية لا أكيد يتابع بالأجنب وبالغاد بس أكيد بيحب يتابع بالأرمنة خاصة الأرمان اللي هن كمان بالاختراب بيحبوا مثلا يتابعوا اللي عم بيصير اللي اللي الأرمن كيف عم بيغطوا الأسس التغتيات اللي عنا الإخبار بيحبوا وأنه يسمعون وعن بتواكب التطور يعني أنتم موجودين أونلاين أكيد هؤلاء كل المؤسسات عندهم صفحات على مواقع التواصل للاجتماع وأكيد هن لكل هؤلاء نعم بس أحكي عن الأرمن بلبنان أكيد نحكي عن برج حمود وكمان نحكي عن منطقة تانية شو هي عنجر عنجر راح نتابع تقرير عن عنجر منطقة انتم تقرير عنجر نعيش أن موساليران موساليران انتاا تقرير هن متخطر حلووية موساليران يجب أن تغير موضوع من حتى التصوير المتقدم لا يتحدث عن الإعلان والإعلان المتقدم لأن يجب أن يتحدث الأمر من خلال التصوير في الشخص الأمر يمكن أن يكون في الحدث كانت مجلسة و كانت فتحة المترجم للقناة 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 تراصياً المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم لك المترجم للقناة المترجم لك المترجم للقناة 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 هذه الحلقة برعايت روزا جيهان عزار جول سلام سيرفيسز بستاشيو برونتو ديزاين لاونج فيربات كيفور خاتشيريان جولري حنة فور ديماند جولري سنتر بي ايج 19-20 سلدري ماهر سرور اكسشانج هاي رايدرز كيفور خاتشيريان جولري ویواد ورسو مارون هراوي گروپ سوسیته بوغوس جراند فاكتوري نتابع ارمن لبنان هذي بكل منطقة كنيسة نادي لحياة لحزب لحياة لجامعية ومدرسة مدرسة ارمنية كرمال هاك بحس انه الارمن كتير بحس بحسوا و بروحوا على الكنيسة لانه بقامنه اول شي كمسيحية وغير هيدا الشي بينطروا الكنيسة شو راح تقول بينطروا كلمة البطرق بينطروا كلمة المدرسة الكنيسة. إلا تأثير على المجتمع عن الأرمن ويعني كأرمني أنا بحس أنه كثير عنا العلاقة مع الكنيسة وبيضل لهم يعني الجيل الجديد كمان عم بيتابع يعني مش أنه هيدا الشي كان بالزمنات وهلأ الجيل الجديد ما عم بيروح الكنيسة وما عم بيقامنوا بعض بعض في هيدا العلاقة مع الكنيسة أنا هيك بحس نعم تفيد حكي نشتهي عن النوادي على اختلاف الأحزاب الخليفات السياسية داخل الطائفة الأرمانية بتأثير على حياتكم أو هذا الشغل طبيعي شغلة طبيعية وداخلية ما بتصور اللبناني غير الأرمن بيعرفوا طير أشي عن الخلافات الداخلية هيدا من ميزات عنا فنحنا منجرب قدر الإمكان نحل المشاكلنا بين بعضنا وما روح أشياتها صعودية وتنحل كل شيء بالأزمات السياسية اللي بيشهدها لبنان شكل دايم نعم بتحسوا حياتكم معانيين فيها أو لا أكيد لا لا هلأ آخر فترة سمعت كثير حكي هيك أنه نحنا عايشين بسويسرا برشحمود سويسرا أنتم مش حسين بشيء لا بالآخر أكيد منحس نحنا أكثر ناس منحس هذه الأزمات والتغيرات لأنه كعدد السكان عدد الطائف الأرمنية قليلة نسبة للغير طوايف فنحنا نتأثر أكثر شيء وبتعرف أنه برشحمود منطقة صناعية وفيها أسواق فيها حياة فيها نشاط فأكيد تتأثر تتأثر وبقوة نعم لله بمعني كبهنسي ببلدية برشحمود شو المشروع لحققته بلدية برشحمود وتفتخر فيه عملنا ترمم شارع أراكس التي هي سوق سوق التيب شارع أراكس كلها ترمموا البنايات كلهم بلس توسعوا الرصيف ووسعنا الرصيف لأنه مثل ما بتعرف يعني شوارع كتير دايقة ببرشحمود يعني مش بسهولة فيهم يتمشوا العالم ويتفرجوا على المحلات على الفيترينات سو توسعنا الرصيف صارو هلأ قدرين يمشوا بلس صار في غطاء على الرصيف أنه مسكر بالطبع الأرضي مسكر صار في سقف صار فيهم يتمشوا بالشتة كمان يعني ما بقى عندهم مشكل نعم نعم سولير حضرتك ساكني خيريش برشحمود واس بتقصدي برشحمود كل يوم للشغل اللي بيخلق ببرشحمود وبعيش ببرشحمود بمظلوم بمكان ما هلأ أول شي أنا خلقاني ببشحمود وعيشي لفترة ببشحمود رجعت انتقلت لخارج نقلنا خارج بشحمود وهلأ أكيد إلا بشحمود رمزية العالم المظلومين ببشحمود أكيد هني مش مظلومين ولكن أكيد في كسافة سكانية ما منشوفها بغير منطقة بيمكن غير مناطق والأرمن هكيد هني كانوا يلي عيشوا ببشحمود أو كانوا عايشين هلأ صاروا بمناطق أخرى من لبنان هني هني كمان أصار عندهم عملوا كمان مراكز صغيرة للأرمن بمناطقهم بس بشحمود أبدا مش مظلومة لأنه في لأنه في عالم بفكروا ببشحمود بشتغلوا كرمال المنطقة وازدهارة نعم نحن حكينا بخلال حلقتنا عن برشحمود حكينا عن بيروت حكينا عن عنجر هلأ رح رح على منطقة جديدة يعني لأن يعني تنوع الأرمن والتوازع الأرمن الجغرافيا بالبنان بيشمل أكتر من منطقة رح 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 على جبال مع ما يتم عش العصفير احتضنت مدينة جبال الأطفال الناجين من الإبادة الجماعية الأرمنية وأصبح عش العصفير دار أيتام الأرمن يلي جمعتن منظمات غير حكومية ببيت جديد إلن بلبنان حيث كتب لها الأطفال حياة تانية تشنونسپينը հիմնված է 1924 է, միջև 1928 թվագաններ, հաստատ թվագանմը չգայդ ուղթյամբ, որով էդև հանքրվանային գերբով հաստատությունը հիմնված է, անիկա սկսած է հիմնվիլնյունիսկ 1922-ին, առաջին անգամ Մարիա ճակութընը այդ ելած է բերությունը որբես է այստեղ ջիբելի մեջ կամ ընթանը բես լիպանանի մեջ դեղմը կտնե։ Եվ իվ իվ էր չոգտած է ջիբելը։ Հետո վերատարձած է տարձյալ գիլիգիա ուր ինկ գծարայեր, որբես դանի մարկագան միշը նրուհի։ Այստեղ հավակված են շուրջ հազարինք հայրուվ որպեր։ Եվ այդ որպերուն խրամադարությունը հանցնարած է Մարիաճակպսնը ինկ դանի մարկայի եգեղեցիներու ոժանթագությամբ և դանի մարկացի ժողովուրթին և բեդության ոժանթագությամբ։ ժամանագի ընթացկին թրշնոցպույնը հետսետ է գերբանապոխված է որպես գարույց և այդ գարույցը այսօրվան վիճագին հասած է առամ առաջին վեապար Հայրաբետի որով։ Հազարինարյութանասուն թվագաններուն թրշնոցպույնը տանի մարկացիներուն գողմ է, ամպոխջությամբ հանցնված է Մեզիտան ինգիլիգուը գատող գոսության։ Եվ այդ որվնի աստին մեզիտան ինգիլիգյու հայրաբետները իրենք գդոնորինեն թրշնոցպույնի սենք ճագատաքիրը, թրագանի մաստով, որով էդև թրշնոցպույնը այսօր որպեր չի բահերս ամբայման երկ կողմանի։ Եթե երբեք մոտեն ուսուննասիրեք թրշնոցպույնի ուսանողներուն գան որպերուն ճագատաքրին մասին, բիդի դեսնեք, որ այդ տեղ հարուստ ժարանքություն մգա։ Որով է դեղ այդ աշագերտներ եկան այստեղ սորվեցան, զարկացան և դանի մարկացիները միշտ հետևեցան, որ այդ աշագերտները նույնիսկ պարծակուն ուսում աստանան։ Ոչ միան լիպանանի մեջ, նաև եվրոբային մեջ, նաև դանի մարկային մեջ և այլուր։ Ուսանողները շատեր պժիշկ են, շատեր պաստապաններ են, շատեր ընգերային ծարայության մեջ, մեծ մեծ ներթում ունեցած են, գյանքի ասպարիզի մեջ հարջողություններ ունեցած են, որոշ մագարթակ մունեցած են, թշտոնցվույնը հայության գյանքի մեջ այսօրալ մեծ կարևորություն և ներթում ունի, որով եդև այստեղ բադսպարվող աշագեր կսնվին, գմեծնանք, թաստյարագվին և անոնց կդրվի հայությամբ ոտզուն գադարյալ թաստյարագությունմա։ Այստեղ մեծող աշագերտները, կիդագից աշագերտներ են ընթանրաբես և ոչ մեկ պանով գզիչին թուրսաբրող ոյև է աշագերտներում։ որվագարագպես իսուրսաբ աշագերկերի սամակրի դյանով աշագերկեն ն որդ կանով աշագայ սրտներում։ المتحف بجسد ذكرة الشعب الأرمني افتتح بمناسبة الاحتفال بالذكرة المئوية للإبادة وشيد من قبل كاتوليكوسية الأرمن الأرثوذوكس لبيت كيليكيا وبفضل تبره عائلة بيزيكيان المتحف فريد من نوعه وهو مقصم لثلاث أقصام القسم الأول بيقدم حياة الأرمن بظل حكم الأمبراطورية العثمانية وخلال الإبادة الجماعية الأرمنية سنة 1915 القسم الثاني مخصص للمناطق الجغرافية يلي تعرضت للترحيل والأيتام والنجين يلي هجروا من أرمينيا التاريخية والقسم الثالث بيظهر إعادة تأهيل النجين لبدء حياة جديدة والاستقرار بلبنان وبتبقى المأساة الأرمنية حاضرة بأكتر من معلم بلبنان والأهم إن حاضرة بوجدين شعب صنع من الألم إرادة حياة مثل ما شفنا الألم بيصنع إرادة حياة نشته في كتار من غير الأرمن عم بيحضرونا اليوم شوف في شي ممكن تقولون يهيه ما بيعرفوا عن الشعب الأرمني عن ميزة لعنده ما بيعرفوا هلا أكيد يلي بدي أقول أكيد بيعرفوا نعم أنه نحن شعب ما بننسى تاريخنا هذا أهم شي أنا بحس أنه ميزة عند الأرمن أنه ما بننسى تاريخنا ولا جزورنا بس كمان وين ما رحنا منعيش مثلا يلي بيقولوا أنه أنت لبنانية والأرمن إجمالا بيحكونا هذا الشي نحن وين ما منروح بأرمينيا بلبنان بسوريا بأمريكا وين ما منكون منحس بالبلد يعني عندنا الانتماء للأرمن للأرمن والأرمن والبلد يلي استقبلنا أو يلي نحن عم نعيش يعني الميزة يلي بدي أقول أنه عندنا المبادئ عندنا تاريخنا وهذا أهم شي اللي أنا بحس كأرمني أنه أحلى شي اللي عندنا وشعب بيشتغل شعب ما بيستسلم هيدا أهم شي ومفتكر كل اللبنانية غير الأرمن كمان بيعرفوا هيدا الشي وعم منفرج وعم منبرهن للعالم أنه نحن شعب هاي نعم دافيد بتحس في فضل إلى لبنان والشعب اللبناني على الأرمن السقبلون كان بلد مضياف أكيد أكيد هايدي ما حدا فيه ينكرها مثل ما هالنشتين احنا ما مننسى تاريخنا ولا مننسى الشعوب يلي ساعدونا تنحافظ على هويتنا ونكمل حياتنا نحن أول شي الجغرافيا أقرب شي للتركية الحالية يلي نحنا تهجرنا منه من أرمينيا وقته كان سوريا واللبنان فاجينا على هول الأراضي على هول البلدان ونشكر كل الوقت المعنيين يلي استضافونا ولحديث اليوم كل الشعب اللبناني غير الأرمني يلي بيعتبر أنه الطائف الأرمنية أصبحت من الطواقف السبعة الكبرى بلبنان بفضلهم ونحن أعطينا كثير للبلد والبلد كمان أعطانا كثير نعم تسولير وليلا أنتم بعدكم تحت نصيبكم مش مجوزين وبعرف السؤال بيحرجكم نشتك من نشتك ألا نحكة عن صبايا ممكن تتجوزوا من غير أرمني ليلا شو رأيك ما في شي بيمنى حسب الظروف أو حسب الشخص يمكن بس أهم شي إنه نكون متفئين وبلاس يكون يحترم إنه نحن من أصل أرمنة وبنان يعني ما يتضايق شخص ما يتضايق إذا قدامه بلشنا نحكي أرمنة فجأة هيك برمنا على الأرمنة ما ما في ما ما في شي بيمنى نعم نعم تولير ممكن جوازي غير أرمني أنا عندي مبدأ إنه صعبة صعبة يعني كتير إنه جواز شخص مش أرمنة دائما أكيد بفضل إنه جواز شخص مش أرمنة أول شي بحس إنه في عدد وتقاليد أكيد متشابهة بس في مطرح من المطارح أو اللغة بحس إذا إذا ما رح يكون في تفاهم من الأول كرمال هولي المبادئ إذا رح يكون في اختلاف من وراء من وراء يعني قصص بتصير بالبيت ومع العائلة اللي بدي كونها كرمال هيك بستصعبة شوية نعم نعم دافيد شو اللي بيخليك تفتخر إنك تنتمي إلى الطائفة الأرمنية وشو اللي بيخليك أيام شغلة صارت أو ممكن تصير تخليك تخجل من هالإنتماء أول شي خليني بهلش من تاني بارت أخجل ولا ممكن مش صايرة معي قبل وما بتصور حتصير شي حاوسى شي محل حاخجل إني أرمنة أفتخر بكل شي بفتخر بنضالنا بتاريخنا بوجودنا في البلدان اللي نحن عشنا من بعض المجازير بفتخر بكل شي بالغتنا بالثقافتنا بالتربياتنا وكل شي كل شي يعني ما ما فينا عدن نعم وما بخشل من شي أنا معي هون ليحة طويلة لشخصيات تنتمي لطائفة الأرمنية في لبنان عندها إنجازات كبيرة بلبنان أكيد ما فينا نعددها كلها بعطي مثل مثلاً يمكن يعرفون الناس عن مهندس المعماري مارديروس ألتونيان يلي قام بتصميم مبنى مجلس نواب سنة الواحدة وثلاثين وكمان ساحة العبد ببيروت ومبنى المتحف الوطني يمكن هذه شغلة كمان مش طار بيعرفوها في في وجوه أرمنية بتقول هالأشخاص ببيضون لي وجيه أنا وبي لبنان أي يعني كل العالم كل الأرمن بحياتي ما قلت إنه يارات ما كان أرمنية هيدا الشيء هيدا الشخص يعني بحياتي ما قلت هيدا الشيء بحس إنه كل العالم كل الأرمن كمان ميزة عن الأرمن إنه وما بيروحوا بيقولوا إنه أنا أنا أرمنية المفروض إنه عم كأنه عم مسل شعبي يعني قدام العالم وبفتكر في ناس بس هلأ بدي فكر إذا بتعطييني وقت هلأ بفكر ببعطيك اسم أو شخص إنه بفتخر إنه هو أرمنة بلبنان يعني خاصة نعم سوليار رح نحكي بآخر اسم رح نخصصه أكتر كمان للمرأة الأرمنية ولكن بما أنتو كمان نسات موجودين معنا التمثيل السياسي النساء بعده ضعيف يعني ما شفنا ولا مرة وزيرة ولا مرة نائبة أرمنية يعني في عنا نائبة أرمنية اليوم بس من الأحزاب الأرمنية ولا مرة رشحت نائبة أرمنية خلق لا شك إنه للمرأة الأرمنية دوره وجود بالأحزاب أو الجماعيات الأرمنية على اختلافها السياسية والاجتماعية والرياضية بس في حضور نساء بالأحزاب بس في حضور نساء بالأحزاب صح ولحديد هلأ بدنا نقول إنه أكيد المرأة ما أخذت حقه بتمثيلها كأنه وزيرة أو نائبة ولكن هي عندها دور أكيد إن شاء الله نشوف هلأ نحن في نحن يعني كام يوم يمكن بطولة حكومة بلبنان إن شاء الله وكام عام ينحك أنه أنه الوزيرة راح كأنه تمثيل الأرمنة بالحكومة راح يكون لسيدة أكيد كنساء بالأحزاب أو الجماعيات أكيد نتمنى أنه يكون عنا دور ولكن أكيد أنه راح يكون هذا الدور فعال ومميز نعم نعم نحن راح نتابع جولتنا الجغرافية والتاريخية على الحضور الأرمنية في لبنان والمحطة التالية في بزمار الأرمن من أول الشعوب يلي اعتنقت الديان المسيحي سنة 301 وانتشرت أديرتن وكنائسن داخل أرمينيا وخرجها ومن أشهرها دير سيدة بزمار للأرمن الكاتوليك يلي تأسس سنة 1740 بطرق أبرام أرزيفيان الأول هو يطلع بفكرة أنه يأسس إذا بنا نقول الكرسي البطياركية للأرمن الكاتوليك في لبنان وهرب من الاضطهاد فإجعى على جبل لبنان وقعد أول فترة بيدير الكريم وصار عنده فكرة أنه يؤسس جامعية بطياركية بتحضر كهنة لحتى يكونوا مرسلين من قبله بالعالم محل ما فيه أرمن لحتى يحافظوا على الإيمان وعاللغة الأرمنية وعالتراث وعالتاريخ والتقليد كان هو دايما يناوي أنه يتسمى الدير على اسم العدرة على اسم سيتب الزمار بس وللأسف توفى قبل ما يقدر هو ينتقل حقق له حلمه البطرق اللي إجاب من بعده هيدا الدير تحول لمحاج لكل الأرمن إن كان بلبنان أو بالعالم وأكيد لللبنانية كمان أكيد ما بننسى فضل البطرق الماروني حويك اللي هو فتح زراعيه للأرمن وقال كلمته الشهيرة عنها الخبزة بنا نقصمها لحنا بيننا وبين إخوتنا الأرمن ففيها نقول أنه الهوية هي لبنانية إذا بتبرمي الصفحة الثانية هي أرمنية إلى جانب الأهمية الكبيرة للدير على الصعيد الروحي بيحتوي على متحف تاريخي بيحتفظ بأثار من أيام الفينقيين والفراعنة وعدد كبير من التحف الثمينة وعلى مقتنيات قديمة للبطاريكي والمطارنة إضافة لذخائر عود الصديب وشوكة من إكليل السيد المسيح وإلى جانب المتحف بيتميز دير بزمار بمكتبته الغنية يلي بتضم أكتر من سبعين ألف كتاب وأكتر من ألف وخمسمائة مخطوطة تاريخية بيعود بعضها لسنة الألف وخمسمائة ومنها وثائق تاريخية ومع كلها الميزات والغنى الثقافي يلي شكل دير بزمار أرض خاص بإله كانت أرض الدير خاص بأيضاً لتعطي أفضل أنواع النبيذ وهو بيضم بأقبيطه نبيذ معتق بيعود تاريخه لسنة الألف وثمينمائة وتسعين إذاً تابعنا تقرير عن دير بزمار كلكم صايرين دير بزمار صح كلها المحلات يلي شفنا في الريبورد يعني جمالاً الأرمن كلهم بيزوروا هذه المناطق يلي إلا هيك رمزية تاريخية بالنسبة لأيهم دافيد بيسألك بس رحت طلعت من مدرسة أرمنية أكيد كل تلميس فيها أرمن مازبوط رحت على جامعة هايقة زيانة أرمنية ولكن مختلطة مازبوط كنت اتعرض لبولينغ لتنمر يمكن بسبب اللغة بسبب اللهجة بسبب أنه تخلط بين يمكن الزكر والأنسة مثل هيد الشغلة يعني معروفة عن بعض الأرمن أكيد مش كلهم مازبوط أكيد عيام المدرسة لأن البيئة كانت كلها بيئة أرمنية فما كنا نحس الفرق بس نعم بتصير أوقات خاصة لما تعود مع الناس غير الأرمن فأول شغلة كيفيك عادي مناخدها عادي يعني أنا ما بتأثر فيها بتضحك بتسم شوي ومنقطع نعم طولير بس يسألك حدا عن اسمك وتقولي له اسمك أكيد في كتار ما بيعرفوا يلفظوا بالأول أو بقلولك تعيدي يمكن أو بقلولك شو معنات وشو معنات اسمك طولير يعني طولك ولا يعني بيعطي أشعة نعم نعم هلأ بالأول ما بيعرفوا يلفظوا أسمك أو شي بعدين بس بلش أحكي بيقولوا أنت أرمنية بقللون إيه بقللوا بقلولي بتعرفت أحكي عربي منيح هلأ؟ أرمنية بحكي عربي منيح مش يعني كلا الأرمن ما بيعرفوا يحكوا عربي منيح الآن بالأول الأرمن الأول، لا أكيد ما كانوا بيعرفوا يحكوا عربي لهأنه اللغة غير كليا يعني حتى الأحرف الأبجدية كلها غير من مطرح ما جينا لهون بس أكيد من بعد سن نحكي مثل بسى اللبنانية راحين على إن إذا هجروا على غير مطرح أو صفر وبالأول فترة ما رح يعرفوا يحكوا اللغة المبشد بس أكيد من بعد وقت هلأ نحنا تاني وثالث جيل ورابع جيل أكيد بدوا يعرف يحكي العربي يعني بدوا يعرف اللغة لأنه صار بتعلمه من هو صغير نعم 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 إلا عندك أصدقاء غير أرمن؟ نعم أكيد يعني بس فيك تقول أنه بأيام المدرسة لا ما كان عندي أصدقاء غير أرمن لأنه يعني عايشة ببرش حمود كانوا تقريباً كلهم كانوا أرمن أنه رفقاتي كانوا أرمن بالمدرسة كمان زيت الشي بس بعدين بجيب الجامعة أكيد في عنده وهلأ بالشغل أكيد نعم نشتيه كمان كثير بيقل ما بيفهموا الاسم أو بيقلوا لك تعيدوا له معنى لإسمك آه أكيد هلأ إذا بدي يفسر لك المعنى كان معنى مهاجر نعم بس ما حدتوا لك ما حدتوا هالاسم كان من الفدائيين الأرمن وأنا بفتخر بإسمي يعني وبخبرهم يعني فيه ستاند اوب كوميديا مفاهي بيخبر نكتة أنه نحنا أجمالاً في عنا مجال لنخبر عن تاريخنا من وراء اسمنا يعني أنا بس يسألوني شو اسمك نشتيه فيني أحكي عن التاريخ والمجلسة كل شيء كل شيء فيني كيفيني مرق وصعب كتير للناس يعني بيقولولي شو اسمك نشتيه بيعايتولي نيتشا نيتشا مشتيه بس ما عندي مشكلة بس كمتل ما قال دافيد أنه بالجامعة يمكن كنت بسمع كلام أنه نحنا من غلط بالمذكر مؤنس لأنه نحنا معنا هذا الشيء وغير هاي أنه كانوا بيقولولنا أنه عن الأكل اجمالاً السجاء والبصر ما تعلم تسامع يمكن هذه الصورة اللي نحنا ممنى يكون كثيراً تحكي عنها دائماً السورة التقليدية النماطية أو مثلاً البابا بيقولولنا البابا بس أنا ما كانت بتأثر يعني وعندي كثير أصحاب هلأ بالستوديو كلهم أصحابي وبالرجي سولير أول شيء ما نشكرك ساعتين بكثير بتحضير هذه الحلقة وبالتقرير لعبناك معنا كرميل هايك وبأني كديرت إعلام رح نفتح لك المجال لنهي هيدا هيدا القصم نحنا معنا محطة فنية وبعدين بدنا تدعينا على نتناول مأكلات تقليدية أنا ناطر هيدا الشيء ناطر تستمر أول حلقة ناطر كاميرتك بوجيك بدي بالأرمنة تقدم الفقرة يلي هلأ رح نشوفها وتدعينا لا نتزوى المأكلات الأرمنية ميزي بدي ميانا في كيندي الشاكينيانا بورميت بديو غفينك بوربسي هايقاقان أفانتاقان جاشر همدثين كرامتك أوكي ما بعرف إذا قلت متوقف معها من بعد الاستراحة الفنية تشتركوا في القناة موسيقى 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 هذه الحلقة برعاية موسيقى موسيقى المشرك موسيقى ريستو غزار باستر مامانو برونتو هذه الحلقة برعاية روزا جيهان عزار جول سلامي سورفزز بيستاشيو برونتو ديزاين لونج فيربات كيفور خاتشريان جوليري حنة فور ديماند جوليري سنتر بي ايج 19-20 سلدري ماهر سرور اكسچنج های رايدرز كيفور خاتشريان جوليري فيفاد فرسو مارون هراوي جروب سوسيتي بوغوس ده جراند فاكتوري نوصل للقسم الاخير من حلقتنا ارمن لبنان وبهالقسم يطغل حضور النساء معنا بالسوديو بدي رحب بمادام بسوسي بولادية ألاو سالافيكي أهلين كمان بدي رحب بسيدة فارتي اوهانيان كيفوركيان ألاو سالافيكي والآن يسي مارال مع سرجان ألاو سالافيكي مادام بسوسي للي ما بيعرفوا حضرتك عضو بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فيه أكيد نساء من الطائفة الأرمنية عم بيحضرونا اليوم ورح يقولوا شو عملت هالهيئة للمرأة اللبنانية الأرمنية بداية أنا قبل كل شي بدي أشكر الام تي في على هالاستضافة وعلى هالبرنامج الحلو يلي نحنا كأرمن قدرنا نجيب خيرة شباب الأرمن ولي يكونوا بالام تي في هنين الرواد ويفرجوا شو نحنا كطائفة أرمنية بنعمل بلبن أنا بتشكر كمان بدور بلدية برج حمود يلي كمان ساهمت بهالمبادرة وهالحلقة هي بالشراكة معها أكيد أكيد نحنا هوم نرحب كمان رئيس البلدية أكيد هلا بالنسبة لسؤالك الهيئة الوطنية أنا بدي أرجع إليك إنه الهيئة الوطنية بالكل شي تأسست يلي ما بيعرفوا سنة 1998 وحضرتك من وقتها عضو فيها وأنا من وقتها عضو فيه هلا عضو فيه لأنه أنا عينت من قبل الطايفة الأرمانية لمسي للأرمان لأنه من كل الطواقف السيدات اللي عندنا نحنا بالهيئة من كل الطواقف ونحنا بنعمل على صعيد المرأة على أونين المرأة نعم يعني كل شيء الأونين يلي المرأة فيها عندها مشاكل وبتعاني من هال مشاكل نحنا بنحضر مشاريع أكيد لنغير هالأونين نعم وفيه كتير عنا أنت بتعرف يعني المرأة بتعاني فيه عندها مشاكل وفيه عندها تحديات بالبنية يلي نحنا بنظل نشتغل عليهم نعم نعم رح نرجع نحكي أكيد كمان عن الهيئة خلال حلقتنا مادام فارتي حضرتك مديرة لمركز خاص بذويه الاحتياجات الخاصة هالمنصب إجيكي كمهنة يعني بتمرسيه كمهنة أو لا فيه رسالة فيه هلا العمل الاجتماعي أبدا ما فينا نقول عنه أنه مهنة يعني حتى لو كنا عم نمارسوا بحياتنا اليومية كمهنة بكتس أكيد بيبقى هالشي رسالة رسالة بالحياة لأن الحلات لذويه الاحتياجات الخاصة لازم أول شي نكون نعرف شو هن حقوقون وبعدين فينا نقوم بدورنا على أكمل وجه بس أكيد مثل ما قالت حب يقول أنه مركز فارتنوتس التربة والتأهيلي لزويه الاحتياجات الخاصة مركز تابع لجمعية العاملين الاجتماعيين للطائفة الأرمانية نعم هلأ كلنا رح نتعرف عليه بعد شوية أكتر بتقرير مارال كمان حضرتك تشتغلي بمستشفى بلبنان ولكن عندك عمل تطوعي أرمني خارج لبنان تعرفين عنه الجمعية اللي موجودة باسم الليبانيز أرتاخ فوند يعني أرتاخ فوند من لبنان تعمل بنشاطات وعندها مشاريع خاصة بأرمينيا بالأراضي المحررة في عندك كذا مشروع من هال مشاريع المشروع النسائي اللي تأسست سنة 2013 2013 وبعدنا لليوم ماشيين فيها يعني بالسنة مرتين بروح بزورهم مناخد أشغال يدوية نو هنين بيشتغلون نعمل من من أساسهم نعمل من بعدهم معارض معارض عراس السنة ومن هل المردود اللي بيجينا نرجع من كبر المشروع ولمشاريع تاني كمانا للمركز نعم في كتر رح يقولوا أنه ليه عم تساعدوا الأرمن خارج لبنان والأرمن بلبنان أكيد كمان بحاجة فينا نقول أنه باللبنان كمانا في جمعيات بتاعنا بالناس اللي قاعدين الأرمن الموجودين باللبنان هذه الجمعية أنه كل جمعية إلى رسالتها الخاص هذه الجمعية رسالتها أنه مشاعدة الأرمن اللي تحرروا بأراضي منعيشين بأراضي المحررة وهم كمانا ينمو ويصيروا يعيشوا بعائلة مردودة كافة ويعيشوا بكرامة نعم مثل ما قالت في كتير جمعيات ناشطة في لبنان رح تعرف على هالجمعيات الأرمنية بهذا التقرير العمل التطوعي فاعل بالطائف الأرمنية من ثنوات طويلة خصوصا عبر جمعيات خاصة أو تابعة لمؤسسات مدنية وروحية من هون بالطول لقاحة الجمعيات والمؤسسات يلي بتهتم بالإنسان ومن أبرزها مركز صليب إعانة الأرمن مركز جينيشيان الاجتماعي الخيري مركز كاراغوزيان الطبي والاجتماعي والخيري مركز زيفارت نودز لزويئة الاحتياجات الخاصة جمعية هومنت من أرياضية جمعية هومان من أرياضية جمعية هامسكايين الثقافية الجمعية العمومية الخيرية الأرمنية دار المسنين الأرمن وميتم الأرمن تأسس مركز زيفارت نودز لتربع والتأهيلي لزويئة الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية العاملين الاجتماعيين للطائفة الأرمنية اللبنانية سنة 1996 ابتداء من أيلول 2019 نقل المركز إلى بناية مدرسة أكسوركا سارتيانا السابقة بمنطقة برشحمود التابعة لمترانية الأرمن أرتودوكس في لبنان بعد أن جددنا ورممنا المبنى بحسب معايير العالمية لسلامة زويئة الاحتياجات الخاصة بدعم رئيسي من بلدية برشحمود ممثلا بشخصه السيد مارديك بوغوسيان رئيس بلدية برشحمود الذي كان دائما ولا يزال مؤمنا برسالة مركزنا وأهميته في المجتمع يتضمن المركز صفوف زكية بتكنولوجيا لتعليم التفاعلي لزوي الإحتياجات الخاصة وجنح خاص لعلاج النطق، علاج النفسي، علاج الحسي الحركي والعلاج الفيزيائي إلى جانب قاعة علاج لحالات التوحض مالتي سانسريرون تأسس معهد بارسير غاناتشيان سنة 1983 في برشحمود وتحول سنة 1989 إلى مركز ليفونشانت الثقافي تابع لجمعية هامسكين للثقافة والتعليم يعلم معهد بارسير غاناتشيان الموسيقى للطلاب من خمس سنوات إلى ما فوق يتضمن المنهج تاريخ الموسيقى الأرمانية والغربية يشمل المركز معهد كياني للرقص الفولكلوري معهد البالي، معهد تروس لوسلين الرسم معهد أريك المسرحي الأي جي بيو أو الجمعية الخيرية العمومية الأرمانية تأسست بمصر بـ 15 نيسان 1906 بجهود بغوس نبار باشا بالتعاون مع فريق من وجهاء الأرمن تحت شعار في الاتحاد قوة فكانت انطلاقة الجمعية بمثابة منارة للشعب الأرماني هدفها تقديم مساعدات اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية للشعب الأرماني أينما وجد و بمختلف أنحاء العالم موسيقى موسيقى هؤلاء الأرمانية الآن نحن نتعلم بصدورها ونحن نتعلم بصدورها أجلوب ترتفع همشخراين جاناتون وستهوتون بايلوغ أنغاز مغير بوطيون برغزارة أورجو غفورتين هياستانية بسبركي مج موسيقى موسيقى المترجم للقناة موسيقى 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 أم تشوفي كمان أنه عند الجيل الجديد عم بيبليش يباعد عن هالتقاليد؟ أستاذ داني، كتير مهم أنه الإنسان يعرف يواكب العصر. يعني بدنا نواكب العصر بدنا نتقبل الجديد بذات الوقت بدنا نحافظ على التقاليد والتراث والعيدات. بقى أنا بعتقد أنه النجاح أنه نحافظ على القديم، نحافظ على الثقافة والعيدات والتقاليد. بس بذات الوقت يكون فيه انصهار للجديد. نعم نعم نحن مرال اليوم حضرتين لنا طاولة في عدة مأكلات هالمأكلات ميلادية. هالمأكلات عادة حتى عراس السنة، ليلة راس السنة، وبتضل أنه عادتنا أنه من القديم كانت تروح لبعض عيد الميلاد. يعني هاي الطاولة بتكون ممدودة ومفتوحة للعالم اللي بيجوا على البيت أنه بيتضيفوا منها أنه مش مأكلات أنه هنين حلويات. نعم نعم وفواكة مجففة انو هاي من بركة الأرض، نعم اللي بتنتمي إلى الطائفة الأرمانية مع زميلنا أنتوني مرشا كيفك أنتوني ونعاد عليك مساء الخير داني يعني مرسي داني ونعاد عليك وعلى كل المشاهدين نحن موجودين ببرج حمود مع عائلة لبتج يلي بلشتها العائلة تتجمع ويجوا عند بعضهم أفراد العائلة الليلة يعيدوا عيد الميلاد عشية عيد الميلاد سوا معي إلى جين بجان جان يعني خبرني كيفك خبرني شو كيف عم تتحضروا للليلة أول شي نحن بنرحب فيكم بفيك يا أنتوني وبستفل الام تيفي وبنرحب لكم بريقاك بريقاك يعني أهلا وسهلا فيكم بهالبيت وببرج حمود ونحن هذا اليوم المميز يوم ذكرى ولادة المسيح نحن نتجمع ضمن العائلة ونتذكر ولادة المسيح ونتمنى لجميع اللبنانيين ونحن خاصة الأربن هيك بأعدتنا البسيطة والحلوة والجمعة والعائلة أنه نتذكر هاليوم الحلو ونتمنى الخير والسلام والصحة لجميع ومعي كمان إلى جينبي هون يعني حضرتك عاملة كل هالمأدوبة الشهية اللي رح نشوفها هلأ شو بتخبرينا عن تقليد الأكل اللي حضرتي الليلة أول شي السعيدة وكمان بدي أقول أنه نعاد عليكم وعالجميع نحن نجتمع هاليوم نستقبل لسوع المسيح اليوم خلق ونجتمع ناكل نشرب ونعيد نعمل أكلت شو محضرة الليلة أوزي وكبي وورق عريش فواكي مجففة كله من كل أنواعي فينا نشوف الطاولة أنتوني لأننا نشتهي على الخبرية بدون ما نشوف أكيد أكيد هلأ داني لا لا عم بتشوف قدامي داني الطاولة الليلة كتير شهية بعدها أوزي على النار عم تتحضر ولكن هون بلشت تحضر الصفرة متل ما عم بتشوف مين جاية بعد لعندكن الليلة موسوار أنا في خطيب بنتي ابن لبناني نحن كل خمسة جانورية من اللون من ضيفون من عزمون مشان هني يجوا يعرفوا أنه هاي عيد عيدنا عيد الأرمان هني بيجوا لعنا في العم هون كمان يعني حابب هو يعيد على طريق دول مشاهدين مشاهدين الأم تيفي شو حابب كمان عم تقول كريستوستو نابي باك نتاب تيزي ميزي من سابيليس كورا من تم بخير نعم يعني داني هيدا هو الجو هون هيدا هي المعايدة من القلب من برش حمود من هيدا العائلة وكمان يعني حابب من خلال هالعائلة من عيد كل كيس سواء من خلال من خلال هالعائلة من عيد كل الأرمان اللي عم بيتابعونا الليل فهي شكرا لك نحن رح نضل معهم هون أكيد رح نعيد معهم ما تقل كثير بس ما تقل كثير وهيدا الأكل الطيب اللي موجود ببيتون نعم 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 نحن رح نتوقف بتقرير عن منطقة برش حمود الجزء الثاني من تقرير تبعني أول بالأول بس مدام فارتي كلمة صغيرة برش حمود لقليك بكلمة شو بتقولي قلب الطائفة الأرمانية اللبنانية بلبنان نعم رح نتابع تقرير عن قلب الطائفة الأرمانية بلبنان نحن نفتخر أنه بلدية برش حمود من السباقين مش بس بلبنان بشق الأوسط أنه نحن أول ناس اللي عمرنا مساكن شعبية بأوال 1950 واليوم نحن عم نعمل كمان مساكن شعبية من حوالي 185 شعهة اللارات بيزار في سنة وشوية من سلم نحن كبلدية برش حمود كمان من السباقين اللي عمرنا أول ملعب رياضي بأوال ستينات وهي معروفة باسم ملعب بلدية برش حمود اليوم كمجلس بلدية نحن إردين قرار أنه هاي الملعب نطورها ونعملها مجمع رياضي كمان نحن كنا سباقين بيدامج عنصر النسائي بشرطة البلدية واليوم كل الناس بيشهدوا على نجاح هذه الخطوة وانتشارها بالبلديات نفتخر بأداء شفيتنا عمال سيانة وتطوير بنا التحتية تحصيل حاصل خاصة عنها برش حمود فينا نقول منطقة محرومة من قيام الحرب بالـ 75 لآخر تسعينات لألفين كمجلس بلدي عم نشتغل مع سكان المنطقة مع الجمعية أنه نحسن المنطقة نجملها خاصة المساحات اللي عنا الجنينات والطرق والإنارة والجسور وعم نجرب نحط حمينات تعمي بالمنطقة إن شاء الله بوقت قريب منشوف مناطق خضرة محل الطمر وهيدي بيكون إنجاز لبلاد المنطقة ولكلنا بس اليوم كمان عنا تحدي بموضوع تلوث بالبحر اللي عم بتسيط نتيجة المياه المبتزلة اللي بتنزل على البحر وراح تنبنى معمل صرف الصحي وإن شاء الله من هون لسنتين متن موعدين إنه تنبنى لقلنا بيبقى الأهم هو الإنسان وخاصة بهاي منطقة اللي نحن عايشين عنا مشاكل بيئية قد مبتكم عنا بالمنطقة 46 الجمعية وبتمنى من كل الجمعيات إنه يخطو بعين اعتبار إنه بيئتنا بيتنا وإذا نحن عايشين بهاي البيت مفروضين إنه نساعد بعدنا ونعمل منطقة برش حمود جزابة للكل العالم لكل الناس متل ما كانوا بيعرفوه ونحن منسميها برش حمود لأن برش حمود هي مثال اللبنان الصغير اللي موجودة اليوم عساح اللبنانية إذن تحية متجددة إلى رئيس بلدية برش حمود ومجلسة البلدي لتعاون بأعداد هذه الحلقة وتقديمها مادام سوسي المرأة الأرمانية شو عندها مشاكل إن كان بالمحاكم الروحية يحكى عن تمييز بحق المرأة إن كان بالمجتمع بشكل عام شو المشاكل بتعاني منا المرأة الأرمانية هلا نحن ما فينا نقول المرأة الأرمانية لأن المرأة الأرمانية هي المرأة اللبنانية من قص الأرمان نعم كل شيء عن مشاكل موجودة عن المرأة اللبنانية هي ذات المشاكل موجودة عند المرأة اللبنانية دونك يلي بدي يقول في عنا كتير مشاكل ومأسات مثلا إذا بدنا نحكي عن الأوانين المشحفة بحق المرأة الأرمانية أو غير الأرمانية مثلا عن الجنسية نحنا بنعرف أنه المرأة اللبنانية ما فيها هي تمنح جنسيتها لأولادها وإذا مش غلطان من الشي جمعة كان في عندكن برنامج على الام تي في شفنا الشاب الأرمانية اللي رأى على إيطاليا وقديت عزب ومأسات يلي بدي يقول إنه هيدي الجنسية هي حق لكل أم لتمنح لولادها هلا أكيد فيه إشياء مثل ما بنحكي فيها مسائل يا أما معوقات بالنسبة للسياسة ديموغرافية يلي بنحكي فيها بس كلها إلا دوابت فينا نعملها وبعدين بنرجع فيه طواقف عنا يلي عندها كمان زواج القاصيرات هلا يمكن بالطائفة عنا أقل من غيرهم بس بدو يكون في عمر معين للكل ونحنا كهيئة وطنية بنطلب عمر 18 لأنه قبل 18 حرام كأنه عم نسرو البراءة من الولاد من البنات من الزغال وقت ما مزوج في شي فيك توعد في النساء المنتميات إلى الطائفة الأرمانية بتقولي لهم أنا بدي أشتغل حق لكم هالشي في شي بتوعديهم في الليلة أنا بالنسبة للطائفة الأرمانية أهم شي عندي بدي أحكي عن ضمان الشيخوخة لأنه كتير بتهمني وبالثورة يلي عم نشوفها هلا كل السيدات مش كل السيدات كل اللبنانية عندهم هالصرخة الصرخة أنه ما عندهم ضمان الشيخوخة بالنسبة لصحتهم للإدوية لأنه أنا بشتغل بهالدمين بعرف شو معناتها إذا صاروا بهاي أنا بدي أشتغل على ضمان الشيخوخة لأنه كتير بهمني هالموت نعم نحنا بلش الوقت يدهمنا سريعا مدام بارتي العمل التطوعي ناشط عند الطائفة الأرمانية ممكن أكتر من غير مطرح شو سببه لأنه شعب عينا يمكنه بالتهجير ومن الاضطهاد مش ضروري يكون السبب أنه شعب عينا بس من الاضطهاد أنا بعتاد أنه المرة الأرمانية اللبنانية إلى دور كتير مهم بالعيلة هي مرة حاضنة لعيلتها والأولادها هي مرة بذات الوقت مشتهدة وبتقوم بكل أدوارها بطريقة مكتملة يعني هي أم حاضرة بيوميات أولادها بذات الوقت هي زوجة داعمة لزوجها وبذات الوقت هي مرة عاملة وبمختلف الاختصاصات بتكون ناشحة والعمل التطوعي والاجتماعي بياخد حيز كتير كبير بحياتها للمرة الأرمانية مرأة بقسل كمين على العمل التطوعي عند المرأة الأرمانية ده هو أساسي؟ إنه مهمة كتير مش بس للمرأة اللبنانية مرأة الأرمانية حتى للشباب إنه كوننا نحنا من أصل أرماني وكوننا إنه بلدنا بحاجة لألنا إنه نحنا من نحسب إنه لبنان بلدنا التاني اللي حضنتنا إنه بس بلدنا الأم بحاجة لألنا يعني العمل التطوعي اللي فيه بيوصل الشغل ويعطي بمردود أكتر نعم إنه بهالطريقة لأنه واحد إذا بده يشتغل بأجار إنه غير إنه واحد إنه يتطوع ويعطي من كل قلبه نعم إنه إذا بده يشتغل بمصاري إنه بيوصل لحدود إنه بيقول إنه هل قد دفعتولي هل قد دي بشتغل لأ العمل التطوعي بينما من أصل الإنسان يعني كمانا مش بس عند الأرمن عند الناس التانيين كمانا إنه من أصله بيكون يعني من تربيته من تربيته من تربيته الأهل من تربيته البيت يعني العمل التطوعي بكرمال أهله ووطنه ومجتمعه نعم نحن هلأ رح نتوقف مع رسالة ميلادية للمتران ناريك المتران الأرمن الأرثوديكس في لبنان ها رح نتوقف مع رسالة ميلادية للمتران ناريكس في لبنانه ومجتمعه ها رح نتوقف مع رسالة ميلادية للمتران ناريكس في لبنانه ومجتمعه نحن نتوقف مع رسالة ميلادية للمتران ناريكس في لبنانه ومجتمعه نحن نتوقف مع رسالة ميلادية للمتران ناريكس في لبنانه ومجتمعه تهي ناريكس في لبنانه ومجتمعه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر